هكذا بدأت الاستعدادات في القطاع العسكري الغربي لروسيا قبل انطلاق المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة على مدى أسبوعين نقلت عديد القطاع والمعدات العسكرية إلى المواقع المحددة وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الهدف من مناورات الغرب 2021 تأتي في إطار التعاون المشترك في مجالي الدفاع والأمن لكل البلدين الحالفين في حين يجمع العديد من المراقبين على أن المناورات المشتركة ما هي إلا رسالة لاستعراض القوة والنفوذ في المنطقة مناورات الغرب 2021 هي رسالة واضحة إلى الدول الغربية تحاول روسيا عبرها إظهار مدى عمق العلاقة مع الحليفة بيلاروس وتحذر في الوقت عينه من مغبة التدخل في شؤونها والتعرض أو التقليص من مناطق نفوذها التدريبات العسكرية الغرب 2021 والتي ستجري في كل من روسيا وبيلاروس من العاشر إلى السادس عشر من سبتمبر المقبل أثارت قلقاً واسعاً في أوكرانيا لا سيما في هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية المسلحة التي وصفتها بالتهديد الجديد فيما ربطها بعض الخبراء بالتغييرات الأخيرة التي أشرها الرئيس بولاديمير زيلنسكي في قيادة الجيش الأوكراني والتي هدفت إلى تعزيز قدرات الدولة الأمنية والدفاعية في هذه الفترة العصيبة في الأسبوع الماضي بدأ الاتحاد الروسي عملية واسعة لنقل القوات والعتاد استعداداً للمناورات التي تعتمد عقيدة الصدمة والسيطرة وهي موجهة ضد أوكرانيا في المقام الأول وكذلك ضد الحلفاء دول البلتيق وبولندا وهنا تتجلى رؤية الرئيس الذي حاول إعطاء فرصة للكوادر الشابة التي اكتسبت خبرة قتالية أثناء الحرب لمواجهة هذا النوع من التهديدات يرى مراقبون أن الكريملين يسعى من خلال تصعيد الموقف مجدداً على الحدود مع أوكرانيا إلى الضغط على الدول الغربية للحصول على تنازلات هناك خطر من تفاقم الوضع مرة أخرى على الحدود الأوكرانية تحت الستار التدريبات العسكرية بما في ذلك من حشد للقوات والمعدات على غرار حشد القوات الروسية في الربيع الماضي والذي أتاح لموسكو تحقيق هدفها بلقاء بايدن وبوتن وقد يكون من المغري لروسيا استخدام هذه السياسة مرة أخرى من خلال تصعيد الوضع على الحدود بغية الضغط على الدول الغربية من أجل دعم الرؤية الروسية للتسوية السلمية في دنباس من جهدها أعلنت القيادة العسكرية لحلف النيتو أنها ستراقب عن كثب مسار التدريبات ودعت موسكو ومينز إلى حصن التصرف والشفافية دون انتهاك التزاماتهم الدولية موسيقى موسيقى موسيقى